كوتون اللي هو القطن. فابريك اللي هو القماش. بريد الخبز. ويت الامح. فلاور ادي ايه. ومديني جزئيتين مهمين. عاوز يعرفني هو التشيرت اللي انا بلبسه ده اصله ايه? والبريد اللي احنا بنكله ده اصله ايه? فهقدر اقول جمل اه. قلنا طبعا استخدامي للجمل هنا. هيبقى مبني على استخدامي لكلمتين مهمين. هي ميد اوف وميد فورم. ميد اوف وميد فورم. يعني ايه ميد اوف? قلنا ببعنى مصنوع من. طب ميد فورم مصنوع من برضو. بنفس الترجمة. ولكن هل فيه اختلاف? قلنا اه طبعا فيه اختلاف ما بين ميد اوف وميد فورم. ان ميد اوف بستخدمها عن لما اتكلم عن الحاجة اللي اتصنعت لها نفس المادة الخام. اما ميد فورم لو الحاجة اللي عندي اتغير شكلها او حالتها عن المادة اللي اتصنعت منها فانا بستخدم ميد فورم. مثال لما بقول برد از ميد فورم فلاور. برد از ميد فورم فلاور. الخبز مصنوع من الدي ايه. او الفلاور از ميد فورم ويت مصنوع من الامح. لما اجي هنا الكوملة زي الفابرك. وان فابرك از ميد فورم كوتون. الفابرك ده اصله او مصنوع من القطن. اما لما باتكلم عن التشيرت فبقول اتشيرت از ميد اوف از ميد اوف فابرك مصنوع من الفابرك. قلنا الفرق ميد فورم وميد اوف لازم نكون عارفينه كويس. هاجي هنا لي جزئية الكتابة. مديني ميد اوف بمعنى مصنوع من. ميد فورم برضو مصنوع من. قلنا الكلمات فلاور. دقي. ويت. امحة. مديني بعد كده. برد از ميد فورم فلاور. برد از ميد فورم فلاور. الخبز مصنوع من. طيب. اقول له فلاور. اقول له فلاور از ميد فورم ويت. الفلاور ده مصنوع من الامحة. طيب. اشرت ان الشيرت از ميد اوف يعني القميس مصنوع من القماش اما الفابريك از ميد فوروم كوتون يبقى الاربع جمل اللي قدامي كلهم استخدمت فيهم ميد فوروم معادة جملة ان التشيرت او الشيرت از ميد اوف فابريك طيب عندي بعد كده على الجزئية ده هي عيبدأ يلغبطني ويقول لي ان القميس مصنوع من الامح اقول له لا القميس المفروض انه مصنوع من القماش او انه مصنوع من القطن تمام طيب الجملة الاولى هنا مثلا لما اقول جايب لي الصورة ده يحيى احمد وبيقول لي اقول له صح ولا غلط اتس ميد اوف الفابريك يبقى صح صح طبعا ده مصنوع من الفابريك ايو مصنوع من الفابريك يعني من القماش الصورة التانية بيقول لي يا مايا اتس بريد اتس بريد غلط يا سير غلط يا سير الصورة التالتة نارلين بيقول لي he is an engineer اللي في الصورة ده انجينير نو يا سير نو يا سير الصورة الاخيرة عبد الرحمن بيقول لي اتس كوتون عبد الرحمن عبد الرحمن طب يحيى محمود اتس كوتون ايوة ده القطن ايوة ده القطن يبقى يس تمام هنا مطلوب مني اراجع واكمل الكلمات على حسب محافظنا الكلمات بعد كده بكمل كتابة الحروب بنفس الطريقة ايه نفس الطريقة ديت مديني ام كابتل وام سمول هكمل الحروب بعدها لحد ماوصل لزيت كابتل وزيت سمول مراجعة الحروف هنا هكمل الارقام لحد ماوصل لنمبر تن بعد كده مديني على الجزء اللي اخدناه مديني عشان اكمل الصور بالحرف اللي ناقص جزئية بعد كده مديني مجموعة الكلمات اللي احنا اخدناها النهاردة زي كوتون او بريد او ويت عندي بعد كده هنا دي جزئية يعني يعني قراءة المطلوب مني السير بيجي يشاولي على الكلمة دايات ويقول لي يلا حد جاهز حد جاهز دلوقتي اروة 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 اقري يا اروة لا لا لعم ليمون اللعم الاول تانية يا ماما اول كلمة ايه لا لا انا يا سير ممكن ممكن انا سير ممكن انا سير يحيا احمد يحيا احمد شور لا شكرا 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 مايا مايا اعري يا ماما يلا محمد كميز. محمد. يلا يا نارلين. تمام. هكمل اللي عندي بيج توينتي ايت وتوينتي ناين. هكمل بعدهم كمان اللي هو عندي اكسرسيز بيج سيرتي وسيرتي وان. تمام? اخرنا في الهومورك سيرتي وان. اخرنا في الهومورك سيرتي وان. طيب. ايه اللي بعد سيرتي وان? اللي بعد سيرتي وان كل حاجة اخدناها في اليونت ده. يبقى دي مراجعة على اللي احنا اخدناه في اليونت كله. دي مراجعة على اللي احنا اخدناه في اليونت كله. اخدنا مجموعة الوظائف زي دينتست. فايرفايتر. فليس اوفيسر. تي شيرت. فلاور. فيت. انجينير. سولجر. فابريك. ويت. تيتشر. دكتور. كوتون. بريد. وانت. اخدنا جمل زي. هي از. هي از. افايرفايتر. شي از. ان انجينير. وده عنوان اليونت. اي وانتو بي ادوكتور. قلنا لما حب اعبر عن امنيتي او رغبتي. اي وانتو بي. انا حابب اكون. انا نفسي اكون. اريد وانا اكون. اخدنا النهاردة. اتشيرت is made of fabric. fabric is made from cotton. البريد is made from flower. flower is made from wheat. اخدنا مجموعة الفونيكس الصوتيات قبل كده. صوت الايه والله. زي اجز. وانجينير. وتن. ولج. وايجزت. اخدنا الله. زي لامب. ولام. ليف. لمن. تمام? يبقى احنا اخرنا في جزئي دية. سيرتي وان وهراجع من سيرتي تو. ونجهز نفسنا الامتحان الحصة اللي جاية. باي باي. نراجع made of and made from.